أصفر هجوم بضائرة مسيرة على مدينة سيفاستوبول في شبه جزيرة القرم عن حريق كبير واتهم جانب الروسي كييف بمهاجمة المستودع النفطي في مقابل عدم الرد الأوكراني على الاتهامات الروسية وهذا الهجوم لم يكن الأول على الجزيرة ذات الطابع السياسي والاستراتيجي المهم في محاولات موسكو إبقاء بسط نفودها عليها بالتوازي مع كييف التي تريد هي الأخرى استعادة هذه الجزيرة لم يكن الحادث الأول ولن يكون الأخير صراع القرم ليس بصراع وجود للرئيس الروسي فلاديمير بوتن فحسب إنما هو صراع البقاء في شبه جزيرة تكتسي أهمية جيوسياسية وتاريخية واقتصادية لطالما جعلتها تتصدر وجهة النزاعات والصراعات الإقليمية منذ القدم أما الجديد فهو استهداف جديد بطائرة مسيرة لمنشأة تخزين النفط في مدينة سيفاستوبول الروسية في شبه جزيرة القرم الأوكرانية يأتي بعد أيام من هجوم بمسيرات بحرية استهدفت الميناء في الجزيرة وفور حصول الهجوم خرج حاكم المدينة ميخايل راسفو جاييف ليؤكد بأن الحريق الضخم لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات استهدفت طائرة المسيرة مستودعا لتخزين النفط في مدينة سيفاستوبول صحيح أنها أسفرت عن حريق ضخم على مساحة ألف متر مربع إلا أن ذلك لم يسفر عن سقوط أي خسائر في الأرواح والممتلكات نطمئن الجميع ولا داعي للقلق من جهتها حثت السلطات المواطنين على التزام الهدوء وعدم القلق وأكدت أن رجال الإطفاء يسيطرون على الحريق واتهم حاكم المدينة كيغاف بمهاجمة المسودع تصريح ليس بمختلف عن التصريح الذي خرج به قبل أيام المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف والذي أكد فيه أن الهجوم بمسيرات بحرية على ميناء سيفاستوبول في شبه زلزيرة القرم لم يكبد موسكو أي خسائر تذكر صراع النفوذ على القرم تتداخل فيه المصالح والأولويات حيث يعتبر بوتين سيطرته عليها نصرا وثقلا أما على الجانب الآخر فتحاول كييف استردادها بدعم غربي لزيادة نفوذه على حساب النفوذ الروسي في البحر المتوسط تحدي يواجه موسكو بإبقاء سيطرتها على الجزيرة في ظل سياسة النفاس الطويل في حرب الاستنزاف التي يخذها الأوكرانيون بدعم سخي من الغربي بقيادة الولايات المتحدة فعلا الآن من كييف مراسلون إياد الستياء إياد هل من رد فعل أوكراني بعد اتهام موسكو لكييف باستهداف سيفاستوبل؟ نعم سيهام مرحبا فعليا هناك ردود أفعال من الجانب الأوكراني على استهداف مسيرة لخزنات النفط في سيفاستوبل هذا جاء إعلان من المتحدث باسم الاستخبارات العسكرية الأوكرانية أندري يوسوب قال بأن المسيرة استهدفت عشرة خزنات المشتقات النفطية وقال بأن هذه الخزنات تغذي الأسطول البحري الروسي في البحر الأسود وقال بأن واسعتها أربعين ألف طن قال بأن وصف هذا الحادث وهذه الانفجارات وصفها بالعقاب الإلهي وقال بأن هذا العقاب جاء في الرد على الهجوم الصاروخي الروسي الأخير والذي استهدف أحد المباني السكرية في مدينة أومن وخلف 23 قتيلا وعشرات الإصابات هو أيضا كان قد دعا سكان شبه جزيرة القرم إلى الابتعاد عن المقرات العسكرية والمنشآت الحيوية التي تستخدمها القوات الروسية في شبه جزيرة القرم ربما سهام يأتي هذا يعني إعلان أقرب منه إلى الإعلان المسؤولية فيما كانت الجهات الأوكرانية العسكرية كانت في السابق لا تعلن تصريحا وإنما تلميحا حول العمليات التي تقوم بها سواء في شبه جزيرة القرم أو في عمق الأراضي الروسية هذا فيما يتعلق بالانفجارات التي حصلت في سباستوبل كانت هناك أيضا اليوم تصريحات من الرئيس الأوكراني فوليدمير زيلنسكي لممثلي وسائل الإعلام من السويد وفنلندا والدنمارك اليوم حول الهجوم المضاد الأوكراني هو قال بأن فشل أو نجاح الهجوم المضاد الأوكراني هو يعتمد بشكل كبير على الدعم العسكري الغربي بالكمية والنوع وموعد الاستلام لهذه الأسلحة والمعدات قال بأن هذه المرحلة جديدة ستكون من الحرب ستشهدها الأيام المقبلة القوات الأوكرانية هي من ستأخذ بزمان المبادرة الهجومية من أجل تحرير الأراضي الأوكرانية من السيطرة الروسية هو أيضا قال بأن القوات الروسية الآن هي محبطة منهكة وقد فقدت العديد أو الكثير من قدراتها العسكري وهذا ما يمكن القوات الأوكرانية من شمني هجوم مضاد ناجح إلى حد ما هو تحدث كثيرا عن الأسلحة والدعم العسكري الذي يصل إلى أوكرانيا قال بأن التأخير في الهجوم المضاد هو سببه أيضا عدم التسليف في الوقت المناسب لكنه ذكر بأن أيضا العمليات الآن التحذيرات لشن هذا الهجوم هي في مراحل متقدمة جدا القوات الأوكرانية مستعدة من أجل شن هذا الهجوم وقال بأن باستطاعة أو بقدرة القوات الأوكرانية أيضا استعادت شبه جزيرة القرم هذا على الصعيد السياسي على الصعيد الميداني في عجالة هي لا تزال المحاور الأشد سخونة هي محور ليمان وأفديفكا وباخمت بحسب وزارة الدفاع الأوكرانية اليوم يعني لا تزال القوات الروسية تحاول إطباق الطوق على هذه المدينة هناك هجمات عديدة على مواقع القوات الأوكرانية لسيما في وسط هذه المدينة وأيضا في الأجزاء الغربية منها وكان اللافت أن هناك عمليات هجومية أصبحت الآن تستهدف بلدة تشاسيبيار هذه البلدة التي تقع إلى الغرب من مدينة باخمت يعني بحسب ما قاله أيضا ما قاله ببيان هيئة الأركان العامة الأوكرانية أن هناك عمليات هجومية من جنوب باخمت باتجاه هذه البلدة وذلك بعدما سيطرت القوات الروسية على بلدة كليشيفكا أصبحت أيضا بلدة تشاسيبيار هي تحت مرمى نيران المدفعية الروسية في هذا المحور باقي المحاور لا تزال أيضا القوات الروسية تحاول التوغل والتمدد محوى المواقع الأوكرانية لا سيمت في محور ريمان وأيضا في محور أفديفكا الذي أيضا بحسب البيان يشهد معارك ساخنة ما بين قوات الروسية وقوات الأوكرانية نهاية ستيتي ياميكير شكرا جزيلا لك